أرى السكان منطقة هونكون لدارية الخاصة عن دعمهم لتفسير المات التيمية والأربعة من القانون الأساسي والذي وضعته لجنة دائما للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جاء هذا التفسير بعد استخدام بعض المشرعين جدد في المجلس التشريع لهونكون كلمات بذية لإهالة الأمة أثناء إذا أهم ألمين لملاصبهم ورفض المجلس التشريع لهونكون قسمهم كما قال اتحاد هونكون لجمعيات فوجيان أن أكثر من 1.2 مليون من أعضائها دعموا تفسير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا أمر لا بد منه لأن هونكون منطقة إدارية خاصة تابعة لجنهورية الصين الشعبية وهي شخص يرفض الولاء لمنطقة هونكون إدارية خاصة أو يرفض دعم القانون الأساسي هو غير موحل يكون مواطنا وذلك منطقي في أي بلد يمكن سكان هونكون أنشور بالفخر عندما تكون الصين قوية وعلينا حماية سيادة الوطن والأمن القومي ومعارض أي قوة تحاول لن تلهق ضرر بالصين ترجمة نانسي قنقر